السلام عليكم وعلا بكم وحلقة جديدة ويوم جديد ومزرعتك في بيتك وحلقة أسعار جديدة النهاردة ولكن مختلفة شوية وهقول لكم ليه ولكن قبل ما نبدأ الحلقة نزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تنسوش كمان تكتبوها بأيديكو في التعليقات هتبقى شاهد لنا يوم الايام طيب عاوز أقول لكم النهاردة البورسة لسه مشتغلتش النهاردة خامس أيام العيد كل سنة وحضراتكو طيبين يا رب يتعاد عليكم بالصحة والسلامة وراحة البال النهاردة اليوم الخامس للعيد يعني لسه البورسة مشتغلتش الشغل الحقيقي هيبقى يوم التلات بإذن الله طيب النهاردة أسعار الكاتاكيت يعني حاجة كده جنان يا جماعة فيه ارتفاع غريب الشكل طيب ليه لأن ما فيش ظابط ولا رابط كل اللي عنده كاتكوته النهاردة بيطلعه كده بمزاجه وبيكون على حسب العرض والطلب طيب هل السوق هيفضل على كده الله أعلم ولكن غالبا السوق هيرد تاني ليه لأن حتى لو فتح على ارتفاع بترجع يا جماعة للعرض والطلب احنا الوقت حاليا ما فيش موسم اللي هو يعني يسحب على الكاتكوت ولا فيه رمضان ولا فيه أعياد ولا المواسم اللي حضراتكو عارفينها دي وكمان احنا في شهر سبعة فالشهر ده كمان معظم المربيين اللي هم الصغار المربيين اللي عندهم الأماكن بتاعتهم مش مجهزة كمان يعني بيوقفوا شغل في الشهر ده وبالتالي السحب بيقل طبعا كمان المحطات الكبيرة والمزارع الكبيرة سكنت أصلا قبل العيد فغالبا السوق لازم يرجع يرود تاني ده وجهة نظري ولكن اللي هيحكمنا العرض والطلب يا جماعة بإذن الله لما البورسة تفتح طيب النهارده فيه شركات النهارده مأعلنة على يعني أسعار خيالية النهارده فيه كاتكوت في السوق بسبعتاشر جنيه يا جماعة وده حاجة طبعا يعني مش وقتها خالص احنا في الصيف أصلا ما فيش سحب على الكاتكوت فأنا مش عارف إيه اللي بيحصل ولما بيفكروا إزاي ولكن هنرجع ونقول هنستنى تاني برضو لحد يوم الثلاث لنشوف البورسة هتفتح على إيه حتى لو فتحت على ارتفاع يوم واثنين وهيرجع السوق يرد تاني لإن مش هيبقى فيه سحب طيب النهارده تعالوا نبدأ كده بأسعار التنفيذات وبعدين هنرجع نقول أسعار الجاتكوت البلدي أرض المزرعة تمانية وتمانين جنيه والمحلات تمانية وتسعين جنيه الساسو أرض المزرعة تمانين جنيه والمحلات سبعة وتمانين جنيه الرزي والفيوم النهارده تمانية وتمانين جنيه المحلات والمزرعة تمانين جنيه أمهات الأحمر البياض النهارده أرض المزرعة أربعة وخمسين جنيه والمحلات اتنين وستين جنيه أمهات الساسو البياض تمانية وسبعين جنيه والمحلات خمسة وتمانين جنيه للكيلو أمهات الفراخ البيضة الهبرد الكبيرة سبات واستقرار 55 جنيه أرض المزرعة والمحلات 62 جنيه للكيلو البط البلدي 100 جنيه أرض المزرعة والمحلات 105 المولر 85 جنيه والمحلات 95 جنيه للكيلو الفرنساوي 65 جنيه أرض المزرعة والمحلات 70 جنيه للكيلو الروم الأبيض أرض المزرعة 115 جنيه والمحلات 125 جنيه للكيلو الروم الاسود البلدي 120 جنيه ارض المزرعة والمحلات 130 جنيه للكيلو الحمام البلدي ارض المزرعة 85 جنيه والمحلات 90 جنيه للجوز اما عن السمان ارض المزرعة 50 جنيه والمحلات 55 جنيه للجوز اما عن تنفيذ الابيض النهاردة سبات واستقرار المعلن 71 جنيه والتنفيذ الفعلي ارض المزرعة 70 جنيه والمحلات 77 جنيه ما تشيروش باكتر من كده اما عن اصار الكتاكيت النهاردة وفيها ارتفاع غير مبرر يا جماعة سواء الاهالي او الشركات وتعالوا بينا نبدأ بالاهالي النهاردة الكاتكوت الاهالي عامل النهاردة 12 جنيه ارتفاع رهيب كمان الشركات بادئ من 13 جنيه لحد 17 جنيه في الشركات النهاردة اعلنت ان الكاتكوت عندها ب17 جنيه لو حبين ان انا انزل لكم اسماء الشركات كلها اللي في مصر يوميا واسعارها اكتبوا لي في التعليقات طيب الكاتكوت الساسو النهاردة 9 جنيه البلد الحر النهاردة 6 جنيه ونص المشعر النهاردة سبع جنيه. الرزي على وشه تمانية جنيه. ونص رزي فارزي ديوك اتناشر جنيه. رزي برابر النهاردة تمانية جنيه. البلد الهاجين تمانية جنيه. الجميزة البيور اتناشر جنيه. البط المسكوف النهاردة برضو فيه ارتفاع رهيب يا جماعة. البطة يا عمر يوم النهاردة سبعة وعشرين جنيه. الفرنساوي تمنتاشر جنيه. المولر خمسة وعشرين جنيه. والروم البلد النهاردة ستة وعشرين جنيه. والروم البرونزي 28 جنيه للكاتكوت عمر يوم والبط البكيني العادة النهاردة 10 جنيه ودي كانت الأسعار والتنفيذات النهاردة هنتمنى يكون القادم أفضل اشتغلوا ما توقفوا الشغل السوق طالع نازل اشتغلوا يا جماعة الجو حر مش حر اشتغلوا واظبطوا التهوية والحاجات اللي احنا بنقول عليها هتقدروا تشتغلوا تسمين فعز الحر بأقل التكاليف وهتو اثبت معاكم وهيبقى فيها أرباح كويسة جدا تقدروا تشتغلوا من بيوتكو بدون ما تخرجوا من البيت وتطلعوا أرباح حلوة جدا وعائد حلو جدا هيساعد معاكم بدون ما تخرجوا من بيوتكو يا جماعة طيب دي كانت الحلقة النهاردة بجد من القلبي بتمنى لكم التوفيق كل اخواتنا اللي محتاجين اي مساعدة واي حاجة اي سشارة في اي حاجة تخص التسمين انا بسيب لحضراتكو رقمي كلموني في اي وقت انا تحت عمري الجميع تحياتي لكم بتمنى لكم جميعا التوفيق شكرا لكل اخواتنا اللي معانا سواء من مصر او من الدولة العربية بجد تحياتي وتقديري لحضراتكو ربنا يوفق الجميع استنونا في حلقة جديدة ولو لسه مش مشتركين معانا بجد هيفوتكو كتير لايك للفيديو ويعني شيروه لو شايفين ان المحتوى مفيد واستنونا في حلقة جديدة اشوفكو تالي بقى الف صحة وخير